جاء في الحديث عن أبي إدريس الخولاني رضي الله عنه قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتن براق الثنايا وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فلما كان من الغد هجرت إلى المسجد فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته فجئته من قبل وجهه فسلمت عليه وكان قبل هذا عندما رأاه في اليوم الأول سأل الناس من هذا فقالوا له هذا معاذ ابن جبل ولكنه تأنى وتريث في أن يفضي إليه أو يصل إليه في خضم جموع الناس المحيط به فتأنى وأجل اللقاء إلى يوم غد فأخبر عن نفسه بهذا هجر إلى المسجد ناويا أو قاصدا لقاءه فوجده قد سبقه بالتهجير ووجده يصلي وانتظره حتى قضى صلاته فجاءه من قبل وجهه وسلم عليه قال فسلمت عليه فرد علي السلام ثم قلت والله إني أحبك لله والله إني أحبك لله قال أبو إدريس الخولاني عائز الله قال فقال معاذ آه الله قلت آه الله آه الله قال آه الله فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه ثم قال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله عز وجل قد وجبت محبتي للمتحابين فيها ووجبت محبتي للمتجالسين فيها ووجبت محبتي للمتزاولين فيها في هذا الحديث يوضح الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه أن الحب في الله إذا لم يكن لغرض من الدنيا وإذا لم يكن لشيء آخر فإن ثوابه عند الله تبارك وتعالى هو ثبوت محبة الله هو حب الله ومن أحبه الله أمنه من عذابه لذلك حين ادعى أهل الكتاب محبة الله تبارك وتعالى إلى جانب البنوة نحن أبناء الله وأحباء كان الرد عليهم فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق وفحوى هذا الكلام أن من أحبه الله تبارك وتعالى لا يعذبه يغفر ذنوبه ويسر عيوبه ويصلح أحواله ويهيئه للقبول عنده فيقبله ولا يعذبه